موسيقى مشارك يا رب في كل مكان بجدر التحية في حضراتكو في حلقة جيدة من حلقات برنامجكو برنامج العيادة حلقة النهاردة هنتكلم عن واحدة من المشكلات اللي تقريبا بتصيب 80% من الناس ليه بتصيب 80% من الناس وإيه أسباب الإصابة دي بتكون إيه وإيه أبرز طرق العلاج أعتقد أنه ده موضوعها هيكون مهمة لكتير بالناس النهاردة وخاصة ونحن نتكلم عن ألام العمود الفقري عايز أقول لكم أنه في بعض الإحصائيات في الفترة الأخيرة أنه تقريبا 65% من الناس اللي بيصابوا بمشاكل في العمود الفقري أو ألام العمود الفقري خمسة سنة منهم في أول ستة أسابيع يعني تقريبا بعد شهر ونص من العلاج وطرق العلاج المختلفة بيحصل لهم تحسن والجزء البسيط بيحتاج إلى بعض التدخلات الأخرى حلقة النهاردة من برنامج العيادة هنتكلم عن أسباب ألام العمود الفقري أبرز طرق التشخيص والعلاج مع الضيف الدائم المتقلق دائما وأبدا دكتور محمد صالح خصائي طب وجراحة العظام والعمود الفقري وعضو الجمعية المصرية لجراحة العظام دكتور محمد دراحب بيك وأهلا بيك أهلا بيك يا سخيط نهاردة نتكلم عن ألام العمود الفقري قبل بس ما نتكلم عن أسباب الألام وطرق التشخيص والعلاج في البداية كده إيه هي أو إيه شكل العمود الفقري بيتكون منه طميم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هو المكونات بتاعة العمود الفقري بداية بنتكلم عن الفقرات الفقرات العنقية اللي هي فقرات الرئبة الفقرات الصدرية اللي هي المكونات للنص الضهر تقريبا والفقرات القطنية اللي هي بتمثل أسفل تقتل إحنا معنا صورة بسيطة كده معنا صورة نعرضها لشكل العمود الفقري وتكوينه تمام اهي صورة معنا على الشاشة بداية الفقرات العنقية اللي هما السبعة اللي في الأول دول دول بيكونوا الفقرات اللي هي منطقة أعلى الظهر اللي هي فقرات الرقبة بعد كده الفقرات الصدرية اللي هي زرق دي اللي هي الـ 12 فقرة دي المكونة العدلات اللي هي قبل القفص الصدري بعد كده عندنا الفقرات القطنية اللي هما الخامسة المكونين لأسفل الدول وفيه الكوكسيكس أو الفقرات العجزية هما بيبقوا أربع فقرات حصل فيهم فيوجن أو التحين هما دول الفقرات المكونة للعمود الفقري كمان كويس ده كده شكل أو تكوين العمود الفقري المفاصل بتاعة العمود الفقري بيوقع شكلها ايه والمفترض ان وظفتها ايه طبعا هو العمود الفقري ما بين كل فقرة وفقرة من اللي قلناهم دول المفروض بيتكونوا زي اي مفصل بيتكون من جزء عظمي وجزء غضروف بيفصل بين الاتنين وجزء مفصلي هنشوف دلوقتي فيه فيديو بسيط كده معينا برضو بيوضح الجزء ده وبعدين عندنا الاعصاب اللي ما بين كل فقرة وفقرة المكونة للايه للجزء بتاع المفصل تمام الفيديو البسيط اللي هنوضحه دلوقتي هنبتدى نشرح فيه المكونات الفقرات العنقية والصدرية والقطنية يعني كل المفاصل في الظهر بتعتبرها هيكون معنا فيديو الفيديو من خلاله هنقدر نوضح ده الفيديو هيكون ظاهر معنا على الشاشة ده بس تمام هو ده تقريبا اول فيديو اللي فيه الجزء بتاعتك وين الفقرات عمو تمام احنا بيتكلم دلوقتي ما بين كل فقرة وفقرة هنمشي بقى معنا الفيديو كده عشان يشرح معنا هو المكونات ما بين كل فقرة وفقرة الجزء الابيض ده اللي هو الفقرات اللي هو دلوقتي يبقى عليه علامة زرقة تمام الفقرات احنا بنكلم دلوقتي في الفقرات مثلا سيء اللي هي القطنية زيها زي الصدرية زيها زي العنقية لما بنتحرك شوية بنقدم الفيديو المفصل اللي هيجي دلوقتي عليه السهل المفصل ده هو الفوصل ما بين كل فقرة وفقرة اللي هو الفاسد جويند ده اللي بيحصل فيه خشونة او اللي بيحصل فيه يعني التهبات مفصلية بعد كده بنروح ناحية الجدور او الاعصاب الترفية اللي هي الشكل الاصفر اللي ظاهر قدامنا الاعصاب الترفية دي اللي هي بتغذي جميع العضلات في الجسم طبعا الفقرات العلوقية الاعصاب بتاعيتها بتغذي عضلات الرقبة وعضلات الكتفة وعضلات الدراع الصدرية بتغذي العضلات اللي هي في نص الضهر القطنية بتمثل طبعا الاعصاب اللي بتغذي منطقة الحود ومنطقة اسفل الضهر ومنطقة الساق والفغد تمام احنا كده بنشرح طبعا مكونات العمود الفقري ومكونات المفاصل اللي بين الفقرات وبعده تمام ده كده تكوين المفاصل او ما بين كل فقرة وفقرة في الغدروف بعض الاحيان يا دكتور محمد بتحصل مفكرة احنا لو جينا قعدنا ما بين كل مئة شخص هنلاقي فيهم 80 شخص فيهم عنده ظهر وجه امان يا ترى ايه اسباب الام العمود الفقري اللي بيعاني منها تكلم الناس طبعا اسباب الام العمود الفقري كتيرة جدا وطبعا زيها زي اي اسباب بتصاحب يعني مشاكلنا اليومية منها الاجهاد العضلي ان حد يكون بيعمل مجهود زايد او غير عادي ممكن طرق معلش رفع الاشياء مثلا انا بواطي ارفع حاجة من الارض يقول ان انا بواطي بكل حملي واحمل على الفقرات ده طبعا بيؤثر بشكل سلبي جدا على الفقرات اوقات احنا ديقدر نتفادل موضوع ده ان احنا لما نيجي نرفع حاجة من الارض بنرفع عن طريق ان احنا نساعد بالحوض وبالركبة يعني لما باجي انزل ارفع حاجة يعني احمد على ركوبتي وعلى المفصالي مع ايه مع العمود الفقري تمام اسباب تانية مثلا مرضية زي اللي قده الله مثلا في مشكلة ورم في الجسم وانتشر وانتنقل للفقرات تده يسبب لنا تآكل مثلا في الفقرات تده يسبب لنا قلم مشاكل تانية مثلا زي التزحزح الفقاري مشاكل تانية زي الغضروف الغضروف عندنا شكلين للاصابة بتوعي شكل تآكلي اللي هو الخشونة زي وزي اي مفصل اي مفصل كلمة زي مفاصل الخشونة ورقبتين وده تآكل المفاصل بشكل عام او خمس فيها مشكلة المشكلة التانية اللي هو التزحزح او الانزلاق ودي مشكلة طبعا كبيرة واحنا هنتكلم فيها بعد شوية نبتدي نوضح مشاكلة وكزا طمام عندنا مشاكل اخرى زي طبعا القلم اللي في العضل اللي كنا تكلمنا عنده المرة اللي فاتت طبعا دي هاته اللي فاتت العضلية دي اللي قلنا ان هي بتبقى وضعيات من الجلوس خاطئة والوضعيات دي قدت الى ان حصل العضل دي حصل في انتفاخ او التهاب والالتهاب ده لما زاد قدت الى ان الدورة الدموية او العضلية مش قادرة تغزي العضلة دي بصورة كاملة طبعا قدت الى حدوث الام وتيبس مشاكل كبيرة في الجزء ده ممكن نقول التشوه في الفقرات يعني سواء في الصغر او في السن الكبير التشوه ده بيؤدي طبعا الى حدوث مشاكل الام بالعضلات وبيؤدي برضو الى حدوث مشاكل بعدين في قسط الغضاري فقر كويس طيب خلينا ناخدهم لأسباب الالام للعمود الفقري الى لو افترضنا ان هم تلات مستويات جزء بيحصل عند الشباب اللي هم في سن العشرين والخمسة وعشرين ويصل للناس اللي هم في منتصف العمر التلاتين فيما فوق وجزء بيحصل ليه كبار السن لو خدنا الشباب يعني انا ببقى مستغرب جدا اللي يلاقي شابه عنده عشرين واحد وعشرين 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 سنة وتيجي تكلمه ولك مش قادر اقوم ظهري واجعني مش عارف اتحرك يمكن ايه ابرز الاسباب اللي بتتعمل الام في العمود الفقري لشاب لسه عمره عشرين وعشرين 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 سنة تمام ديه نقطة مهمة جدا لانه دايما لما هجلنا مريض عنده عشرين وعشرين سنة ده بنستبعد خالص قصة انه يكون عنده خشونة في الفقر اه لسه بدري لسه مبدأش اه السبابين اللي رئيسيا في المشكلة دي هو السبب الاولان اللي هو حاجة تروماتيك اللي هي الصدمة سواء مثلا عمل لقد الله حادثة مثلا اصابة في حادثة عربية وقع جمدة زحلة وقع مثلا سوري قاعد كده في وضع الستنج ده اللي هو وضع الجلوس فطبعا المشكلة دي بتسبب صدمة للفقرات والفقرات طبعا زي ما قلنا من شوية هي مش مجرد عضل الفقرات في مشاكل يعني مشاكل بتحصل نتيجة الصدمة دي تؤدي الى حدوث آلام مصاحبة للوقع او للمشكلة اللي حصل المشكلة الثانية اللي هو زي ما قلنا تحميل مجهود غلط يعني شلت شيلة بطريقة خاطئة والموضوع بعد شوية قدى الى حدوث اللي تهايب بسيطة العضلة انا ما هتمتش قلت ان شاء الله هبقى كويس يوم واثنين وثلاثة وما اخدتش علاج ولا حاجة فالموضوع تطرق الى ان العضلة دي حصل فيها زي تقلص عضل جديد ابتدى يؤثر على حياتي ما بقيتش عارف اخرج ما بقيتش عارف امارس حياتي الطبيعية اروح عملي وهكذا بعض الناس يا دكتور محمد انا بشوف ده كتير جدا اعدته الطبيعية اصلا غلط قلت لها عامل كده او قلت لها عامل كده او قلت لها عامل كده هل وضعيات الجلود الخطأ دي بتأثر في ايه في العمودة الفقر طبعا وضعيات الجلود بتأثر بصورة كبيرة جدا لان مشكلتنا ان العمود الفقر الكل مشاكله بتبقى ستريس ستريس يعني ضغط فانا لو عندي مشكلة في اسفل الظهر مثلا وقاعد في وضع الست ده سوريا على كرة ناشف أو على مكان ناشف وأنا أصلا عندي مشكلة فأنا بزود الضغط على المكان ده يعني بيبقى عندي ضغط جسمي أو النص العلوي من الجسم بيضغط على الفقرات وأنا أصلا قاعد على جزء معيش مش مريح بالنسبالي أغلب المشاكل بتحصل مثلا لسوعين العربية اللي بسوق فترة طويلة جدا سوائل المقلب سوائل المتوسط بيحصل أنه هو أغلب الوقت سايقه وقاعد في وضع الجلوس هو بيبقى عنده مشكلة بسيطة يعني أغلب مشاكل الضغر بتحصل فعلا لله يبقى وقت طويل في عمله فبيقولنا بقى مثلا بيشتكي من سنة تعيبت شوية وبعدين يا دكتور خدت مسكن بسيط وارتحت وبعد كده الموضوع اتكرر بعد شوية زاد شوية وبعد شوية زاد شوية لحد مجالي بالعيادة طبعا خلاص ده وإحنا رايما بنيجي متأخرين جدا وإيه ما نروحش إلا إذا كانت خلاص مش قادرين نقوم من مكاننا أعتقد أنها مشكلة أحمن نحاول نرفع الوعي في الجزئية دي معك دكتور محمد فكرة أنه أول ما تشعر بألم في المفاصل ألم في العظام ألم في الفقرات ألم في الرأب ألم في الضغر فورا نتوجه ليه الطبيب المختص عشان يساعدك أنه المشكلة ما تتهورش أو أنها تروح في اتجاه يبقى بيحتاج بعض الطرق علاجية المختلفة عندنا مجموعة من الفقرات في ظهرنا عندنا الفقرات الصدرية العلقية والصدرية والفقرات القطنية إذا حبينا نفرق ما بين الفقرات دي ممكن نفرق ما بينهم الزهرين طبعا هو التأسيمة اللي احنا شرحناها في الأول دي تأسيمة للعظام يعني احنا ميزنا للعظام طيب إيه بقى الحاجات المصاحبة للمشاكل العظمية في الجزئية يعني مثلا بالنسبة لنا الفقرات العنقية الفقرات العنقية لما بيحصل فيها إصابة في العمود الفقري بتأثر على المشكلتين المشكلة الأولى الأعصاب الترفية اللي هي بتغذي العضلات والأطراف زي مثلا الجانب الأيمن مثلا الفقرات العنقية طالع منهم أعصاب ترفية بتغذي أعضلات الكتف عضلات الرأبة عضلات الزراعة لحد كف الإيد كل عضلة في الدراع بيغذيها عصب معين من الفقرات العنقية تمام كده؟ خارج منها يعني وده عصب ترفي يجي لفقرات العنقية يجي للمريض بيشتك من ألم تقلص في العضلات حرقان تنميلي والأنا حس إيدي مش قادر أحركها أطراف الأصابع أطراف صابعي منملة مش قادر أرفع إيدي بمسك حاجة بحس أن أنا مش قادر أتحكم فيها تمام؟ ده كده إصابة في عصب طرفي في الفقرات العنقية طيب إيه الجزء الآخر؟ الجزء الآخر إصابة في العصب الرئيسي اللي هو احنا بنسميه الحبل الشوكي طبعا الحبل الشوكي إصابته للأسف بتبقى يعني صعبة جدا لأنها بتأثر على كل الأجزاء اللي تحتين سلسلة الدار من أول الأخير من أول الأخير للأسف قد تصل إلى حدوث شلل رباعي شلل رباعي ليه؟ لأن طبعا الفقرات العنقية الأعصاب بتاع البرعين والأعصاب بتاع الرجلين تحتيها فطبعا لما بتحصل إصابة ممكن تؤثر على الجزء العلي والجزء السفري فبيحصل شلل رباعي ممكن يحصل أن يكون هناك عدم اتزان عدم اتزان لو حصل إصابة في الحبل الشوكي بيجي للأيان بيشتكي من صداع يا دكتور أنا عملت أشاعة على المخ والأشاعة دي طلعت كويسة بس أنا عندي عدم اتزان هل ممكن يكون عدم الاتزان ده من الرقبة أو من الإصابات بتاعتي أو الغضريف اللي عندي في الفقرات العنقية؟ آه طبعا لأن الإصابة في الحبل الشوكي بتؤدي إلى حدوث خلل والخلل ده بيسبب يعني شوية دوار دوخة عدم اتزان ده اللي هو المريض بيحس فجأة أنه هو جاله صداع بطريقة صعبة وبدون سبب يعني ما تحصبش ما تضيقش ما عملش مجهود فجأة يقول لي أنا رعبتي واجعتني ومعاها جالي صداع شديد أثر على ده كتير قوي على فكرة كتير قوي كتير قوي بتلاقي الناس عدده أصداع ويضهر واجعه ورائبته واجعاه بيش عارف السبب يعني قد يكون مشكلة العمود الفقري أو مشاكل في الحبل الشوكي لها علاقة بالصبع المستمر اللي ده أحد الأشخاص طبع طبع كويس إيه الأسباب اللي بتؤدي إلى ده يعني أنا النهاردة عايز أعرف إيه السبب أو إيه الحاجة اللي أنا أحس بيها كشخص أقول إنك المشكلة اللي عندي دي ممكن يبقى سببها ألام في العمود الفقري طبعا ما إحنا قلنا من شوية إن في أسباب بتؤدي إلى مشاكل العمود الفقري عموما بالنسبة للرقبة وضعيات الجلوس بقعد أركز مثلا الموبايل آه الموبايل على كتاب على مكتب على الكمبيوتر آه عندي مشكلة تانية طبعا هشاشة في العظم آه العظم ضعيف حصل هشاشة في العظم حصل فيه يعني بيحصل زي كبريشن كده بسيط في العظم فبيحصل ضغط ما بين الفقرات وبعضيها آه بعد كده حصل تيابوس مثلا في عضلة أو تقلص في عضلة أو ألم دي فيه العضلة دي بقى عملت يعني ستريس أو ضغط على العصب وبالتالي أدى إلى فقدان جزء من غظيفة العصب ده اللي هو بيغزي وهكذا كويس ده كده كلمنا عن الفقرات العنقية تمام نغش بقى على الفقرات الصدرية وأعتقد أنه دي ألمها مش زي العنقية ولا القطنية أو طبعا الفقرات الصدرية في منتصف الظهر ألمها بيبقى أقل لأنه طبعا يعني مش خارج منها أعصاب بتغذي مثلا الدراعين ولا الكتاب ولا اليدين فما بيحسش دايما أنها عملت لنا مشكلة بس طبعا ألمها مبرحي يعني أنا عندي مرضى الفقرات الصدرية وكمان تشخيصها بيبقى صعب صعب ودايما مش بنتطرق لي دايما نركز عنقية وقطنية بس برضو بنبتدي نقول أن مشكلتها برضو للأسف زيها زي الفقرات العنقية برضو طرفية ورئيسية الطرفية بتؤدي إلى إصابة في العضلات المصاحبة للفقرات الصدرية اللي هي الجانبية اللي هي زي عضلات اللي حواليه القفص الصدري بيجي العين بيشتكي من ألم في المتصف الظهر طبعا دا الكلام دا لو مش مصاحب لي إعوجاج أو مشكلة زي أو كسب اللي هي المشاكل اللي ممكن يبقى تولد بيها أو مشكلة نتجت عن أعداد أو تساروكات أو حاجات خاطئة طبعا المشكلة الرئيسية اللي هي طبعا الإصابة برضو زي الفقرات العنقية ما قلنا اللي هي الإصابة في الحبل الشوكي اللي هو العصب الرئيسي ودي طبعا مش زي العنقية ما بتجيبش أو ما بتأثرش على المريض بالصورة الأولى اللي هو الشهر الرباعي هي بتؤثر في الحياة الشديدة شلال نصفي اللي هو الطرف السفلي بس لأن احنا خلاص بنبقى عدينا المنطقة بتاعت الايه الطرف العلوي تمام فإصابتها بتؤثر على المنطقة اللي هي فيها وأسفلها فتؤدي إلى مشكلة فين في الطرف السفلي بس اللي هو احنا بنبقى عليه الشهران بس معاها بقى حاجات تانية بصاحبة زي عدم التحكم في البولو والبروز مشاكل تنميل برضو في الطرف السفلي مع الألام طبعا اللي قلنا عليها في الأقل كويس يعني ألام الظهر وقد تكون سبب في وجود مشكلات كثيرة جدا نروح نكشف على سبب المشكلة مش قادر نحكم في البول عندي مشاكل بصدع ألام تنميل أطراف مش عربية قد يكون المشكلة فيه العمود الفقري إنه غير متزن والأعظام اللي فيه فيها مشاكل والغضريف فيها مشاكل والفقرات ضغطة على بعضها فممكن تعمل هنا مشاكل كبيرة نيجي الأشهر حاجة وعند الناس كلها تلاقي كل واحد تلاقي حق ماسك القطنية تقول لك آه أنا الحت دي نار فيها واجعاني إيه سبب الألام اللي في الجزء الفقرات القطنية بهذا الشكل طبعا هو الفقرات القطنية بتختلف شوية عن الفقرات العنقية والصدرية في المشكلة ليه بقى؟ لأن العصب الرئيسي أو النخاء الشوكي مش بيتأثر كتير في المنطقة دي دايما الفقرات القطنية بتؤثر على الضفيرة العصبية أكتر اللي هو الحاجات الطرفية اللي احنا بنوع عليها دلوقتي لسه في الجزء العدو فبتؤدي إلى حدوث ألم الألم ده بيبقى عبارة عن تقل في الحركة مش بقدر أوطي مش بقدر عدل داري بسهولة مش بقدر أصلي طبعا بعد وحدوث الأسباب اللي قلنا عليها في الأول كويس تمام؟ المشكلة في الضفيرة العصبية دي إنها بتغذي جزء كبير من الحوض عضلات الفغد الساق بتوصل في أوقات الحدوث تنميل شديد وتقل في الحركة المريض ممكن يقولي أنا وأنا نايم مش بعرف أتقلب سريع على سريع يعني مليمين للشمال بقي إن أنا حاسس إن الجنب مليمين ده زي في شلل تمام؟ المشكلة دي بتحصل طبعا أكتر من الفقرات الصدرية لأن الجزء ده هو اللي بيبقى شايل الحمل واللي هو إحنا دايما لسه كنا بيقول شوية رافع الأشياء بطريقة خاطئة بيؤثر سلبيا على صحة الغداري في الجزء القطن طبعا ما بين كل فقرة وفقرة فيه غدروف زي ما قلنا من شوية فإحنا عندنا مشكلتين ممكن يؤثروا على الجزء القطني المشكلة الأولى اللي قلنا عليها الخشونة والمشكلة الثانية اللي هو الإنزلاق أو التزحزح الإنزلاق الغدروفي آه الإنزلاق الغدروفي أو التزحزح الفقاري إحنا معنا فيديو ممكن يوضح لنا الجزء يمكن نشوف وإحنا بنشوف الفيديو ده ومنكلم عن الفقرات القطنية أي هما أقوى أو الفقرات القطنية ولا العلوقية ولا الصدرية هتقدر تتحمل أكتر؟ طبعا هي الفقرات القطنية بتتحمل أكتر لأنها اللي شايلة معنا الحمل دايما بنقول دايما كنا زمان بنتكلم على مفصل الرجبة بنقول مفصل الرجبة ده مفصل شديد وبيشيل الحمل ولا شايل جسم كله فطبعا فقرات القطنية هي أكثر عرضة للمشاكل فهي طبعا عضلاتها أقوى ومصاحبة لها طبعا عضلات الحوض كويس ودايما بنقول يا سيد خالد مش كل ألم في أسفل الظهر عندي مشكلة في الغدروف يعني أنا لو جالي عشر عيانين بيشتكوا من ألم أسفل الظهر ممكن يكون منهم سبعة بس عندهم مشاكل في العبود الفقري والفقرات وفيه تلاتة منهم ما بيشتكوش من المشكلة دي خلال زي ممكن يكون عنده ألم في الكلة حصوات مثلا يعني ممكن الجزء الألم الكلة والكبد والمرارة والكلام ده كله ممكن بلا علاقة يؤثر على منطقة الحود ممكن يكون عنده مشكلة أخرى في مفصل الحود تؤثر على المنطقة دي يعني يبقى عنده مثلا خشونة في ساكر وإلى الجوينت في مفصل الحود يعمل لي ألم أسفل الظهر فالعام يفكر أن المشكلة دي في الظهر فبيروح يقول يا دكتور أنا ظهري وجعني طبعا لما بنعمل في حصوات بنستبع خلال قصة الظهر نلايب عيد خلص ده بالنسبة للقصة بتاعة الفقرات القطنية وإني أكثر عرضة للإصابة لأن هي أكثر عرضة منحمل عليها طبيبا الجسم كله منشوف الفيديو اللي احنا منشوف فيه الفرق ما بين الأعراض اللي النزلق الغدروفي والتزحزح للفقرات أو الزحزح الفقاري والفيديو هيكون معنا دلوقتي على الشاشة هريد أن نتكلم عنه ده الفيديو هو دكتور محمد نحن بنتكلم على موضوع الخشونة أو التأكل اللي بيحصل في الغضاريب يجي كده الفقرات هي ما بين كل فقرة حصل بالوقتي ضغط في الفقرات زي ما حضراتكم شايفين ده لتزحزح الفقر اتحرك او تزحزح الفقاري يعني الفقرة تزحزح نحن بتعطيها اللي هو اسمه بيبقى أسبابها كتير يعني حصل مشكلة مثلا منذ الصغر زي ما قلنا من شوية حصل وراء مثلا وأثر سلبا على الموضوع عندنا القصة التانية اللي هو الخشونة زي ما قلنا اللي هو الفقرات حصل فيها خشونة زي زي ما حضراتكم شفت كده الضغط اللي حصل ده قدى إلى حدوث خشونة وبالتالي الغضروف ما بقيش مستحمل الضغط اللي عليه فحصل فيه انزلاق ولما حصل الانزلاق ده ابتدى يأثر زي ما حضراتكم شفتوا كده في الجزء الأصفر ده اللي هو العصب فيبتدي يأثر على العصب والأعراض المصاحبة ليه بقى تتنقل للطرف اللي احنا ايه بنشتكي منه ده كده الفرق ما بين الانزلاق الغضروفي وما بين التزحزح الفقاري أو انه الفقرات تتحرك من مكانها تطلع الوراء ترجع لقدام يحصل فيها مشكلة هنا ازاي بنتعامل مع المشكلة ديها دكتور محمد احنا لما بيجينا المريض يشتكي من ألم سواء هنتكلم مثلا على ألم أسفل الظهر اللي هي أكثر عرضة للتعرض لها كلنا للإصابة اهو تمام بيجينا المريض أهم حاجة نعمله فحص طبي كوي نكشف عليه نعرف هال المشكلة دي في الفقرات او زي ما قلنا من شوية ممكن تكون في جزء آخر نعمله أشعة عادية لو عملنا أشعة عادية وحصينا ان فيه مشكلة او دي في الفقرات بنبتدي نشك ان الغضروف زي ما ظهر قدامنا من شوية اللي ما بين الفقرات دي اتأثر طيب لو الغضروف ده اتأثر هيبتدي يعمل مشاكل والمشاكل ده تتنقل للأعصاب او للعضلات فلو حصل في الكشف الطبي او الأشعة العادية في الموضوع ده بنبتدي نتطرق بقى للفحص اللي بعد كده اللي هو الرانين المغناطيسي الرانين المغناطيسي طبعا هو الأقصر شهرة والأقصر تدويجا للتشخيص في مشكلة ايه العمود الفقر لين بتبين الفقرات وبتبين الغضروف وحتى لو فيه ضيق في القناة العصبية بيبين طبعا في الرانين فبنبتدي نتجي للحلول او للعلاجات اللي احنا هتناسب العيام بتاعنا عن طريق الرانين كويس نكمل بعد كده ازاي بنستخدم طرق العلاج ونفرد اكتر فيه طرق التشخيص ولكن هنروح لفاصل ونرجع لمشاهدينا ونكمل معاكم مشكلة ألام المفاصل ألام العمود الفقري وازاي ممكن نشخصها اوه ابرز طرق العلاج والعادات الخاطئة اللي انت ممكن ترتكبها تعمل لك مشكلات في العمود الفقري ونعود مرة اخرى وننتظرونها موسيقى وارجع لكم مرة تانية يوم كملي معاكم وضوح حلقاتنا النهاردة اللي بنشخص بها هي الرانيين المغناطيسي طبعا هو الرانيين المغناطيسي بيوضح اذا كان فيه مشكلة بس في الفقرات او مشكلة في الغدريف او مشكلة حتى في القناة العصبية اللي هو فيها دي او حاجة علشان نقدر نشخص من خلال هالمشكلة وبالتالي نتعامل مع طبعا لما بيجينا المريد اشكال كتير جدا منشوفها في العيادة المريد بيجي يشتكي يقول لي انا ضاهري وجعني ومؤثر على النحليمي المريد تاني بيشتكي ضاهري وجعني ومريض بيشتكي من ظهري واجيني ومقصر على رجلاتي أوقات المريض لما بيجي يشتكي من قلم العمود الفقري ما بيشتكيش من ظهر وصلا بيجي يقول لي يا دكتور أنا بيشتكي من تقل تنميل وحرقان في الطرف السفلي اللي هو الفقد والسوق طبعا إحنا لو معلش الدكتور مش واخد باله من المريض أو ما فحصش كويس ما بيقدرش يوصل للمشكلة أو يوصل للتشخيص الكويس لأن أنا لما هيجي يشتكي من رجله لو ما فهمتش إن القصة دي جاية من العمود الفقري أو من فقرات القطنية والعصب الويركي اللي احنا بيستميل سواتيك نيرد مش هنقدر نوصل للتشخيص وبالتالي مش هنقدر نوصل للعلاج فالقصة بتاعة التشخيص مهمة جدا علشان أقدر أوصل لعلاج يحسن من حالة المريض في الدرجات الأولى علشان برضو زي دايما ما كنا بنقول مش عاوزين الحالة ده دهور أو حسنا فيها تخش درجات زي ده وبدل ما ندور على علاج بسيط يفيد العيان نبتدي نلجأ لقدر ضال حلول أصعب زي الجرحات والكلام كيس كنا نتكلم يا دكتور محمد عن أنه الألام الفقرات القطنية بتعمل مشاكل في الحوض ومنطقة الحوض دي هي من المناطق مش بس ليها عملية وظيفية في الإخراج لأ ليها عملية وظيفية أيضا في العلاقة الحميمية أو العلاقة الزوجية ما بين الزوج وزوجته هل دي ممكن تأثر على سير العلاقة الحميمية بشكل يكد يكون في مشكلة ألا طبعا طبعا ألم أسر الظهر أو الغضروف بشكل خاص ممكن يؤثر بصورة سلبية في العلاقة الزوجية بيؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة الصورة المباشرة هي أن الغضروف ده لو ضغط على العصب من طرف اللي بيغزي منطقة الحوض أو العضلات المصاحبة عند الزوج أو الزوجة بتؤدي إلى حدوث ضعف في العضلات دي فطبعا مثلا عند الزوج بتعمل ضعف في الانتصاب أو ضعف في القوة بتاعة العضلات دي فتؤدي إلى مشكلة طبعا والمشكلة دي بتبقى كبيرة ولازم الغضروف ده يتعالج علشان يقدر يمارس حياة طب الصورة الغير مباشرة هو أن مثلا يحصل ألم مع العلاقة بين الزوجين أو بعد العلاقة فالألم ده بيؤدي إلى حدوث زي ساكيترومة كده للبريد يعني لو بعد كل علاقة أنا بحصل لي ألم فبايت كاره الموضوع فابتعد عنه الفترة فبايت نفسيا مش محب للقصة دي أو كده يعني إذن ألم العمود الفقري وخاصة ألم الفقرات القطنية قد يكون لها علاقة أساسية ومباشرة بمشكلات العلاقة الحميمية بين الزوجين وإحنا نتكلم عن ألم العمود الفقري واتكلمنا عن ألم أسفل الظهر وقلنا أنه فيه أبرز طرق التشخيص زي الرمين وطرق تشخيص مختلفة أخرى نروح لطرق العلاج اللي خلالها نقدر نساعد الشخص اللي عنده ألم في العمود الفقري سواء في الفقرات العلقية أو الصدرية أو الفقرات القطنية تمام العلاج بيختلف على حسب الدرجة يعني لو قلنا الدرجة بسيطة متوسطة شديدة الدرجة البسيطة هي مثلا أن أنا بقوط أجيب حاجة من الأرض حصل عندي ضغط بسيط أو تقلص عضلي أدى إلى حدوث ألم وتؤلف الحركة فنبتدي نتعامل بشكل بسيط جدا بناخد علاجات بسيطة مصر ريلاكسانت مبسط العضلات مضاد للالتهاب أو للألام بناخد فيتام P12 اللي هو البيتامين P12 اللي هو مقاول العصاب لأنه طبعا زي ما قلنا من شوية أن الجزء ده دايما بيبقى مرتبط أكتر بإصابات العصبية تمام؟ بعد شوية لو العلاج ده ما جابش نتيجة أو بتطير الموضوع يتكرر مع المريض مرة واثنين وثلاثة بنلجأ لعمل جلسات علاج طبيعي بنقوي بها عضلات المنطقة سواء عضلات الرقبة أو عضلات الظهر السفلة اللي هي القطنية يعني الأول شخصنا بعد كده بنبدأ بالعلاج بعد كده بنلجأ إلى العلاج الطبيعي لتقوية الظهر بحيث أنه يقدر يتحمل المجهود أو النشاط اللي الشخص يقدر يعمله في بعض الطرق زي شفط القدروف والتردد الحراري والحقن لو حبنا نتكلم عن كل طريقة من الطرق دي في علاج مشاكل أو ألام العبود الفقر تمام طبعا هو الحقن الموضوعي أو التردد الحراري إحنا كنا تكلمنا عنه زمان وقلنا أنه هو بيبقى عباره عن أنه نحن بنحقن العصب المصاحب للمشكلة بنعمل فيه تصبيت للإحساس عشان يقلل الألم في المطقة فأنا لو عندي عصب طرفي مثلا أو ضفير عصبية معينة بتغذي عضلة مثلا معينة فيها دلوقتي إصابة أو حصل على ضغط من الغضروف وعاملة التهاب أو عاملة تنميل أو عاملة تقل في الجزء ده فإحنا بندخل عن طريق التردد الحراري بالقبر بتاعتنا زي ما شرحنا زمان نوصل للعصب ده وبنحقنه فبالتالي الإحساس بيقل أو إحساس الألم عموما بيقل في المنطقة دي فبيحصل تحسن ملحوظ المريض ومش عايز أقول بعد الحقن ببشرطا بيقل المريض يتحسن وبيبقى حاسس أنه كان متأخر جدا في أنه هيوصل للحل ده ده بالنسبة ليه الحقن الموضعي أو التردد الحراري كنا نتحدث لكده دكتور محمد عن أنه في الحقنة اللي هي بتتاخد الوان شوت هالدي نفسها نفس الحقنة دي اللي بتتاخد في الظهر ولا دي حاجة مختلفة؟ لا طبعا دي حاجة مختلفة دي حاجة مختلفة الحقن الوان شوت هاليورينيك وكده نحن نستخدمها أكتر في المفاصل الكبير أشوي هنا استخداماتها بتبقى قليلة نحن ممكن نحتاج هنا زي الـ PRP أو الأورثوكيف وقعها الأوقات نحقنها لما يكون هناك إلتهابات شديدة في الفقرات أو خشونا زي ما شرحنا في بداية الحلقة الجزء اللي هو هالفاسد جوينت اللي ممكن يحصل فيه خشونا بنحقن فيه الـ PRP ومعها ممكن الليجنوكاين أو اليدوكاين علشان نقلل الألم اللي هو المخدر الموضعي أو المسكن الموضعي نقلل الألم في الموفصيد تمام؟ إنما قصت أن نحن نحقن هاليورينيك أو نزود من كمية السائل وكده مش بتبقى مفيدة قوي في الحالة بتاعتنا بتاعت العمود الفقري كويس طيب يعني احنا كده اتكلمنا عن انه في بدايتنا ان احنا بناخد العلاج انا كمريض روحت عندي الام في العمود الفقري خدت علاج امتى اشعر بالتحسن المفروض ان انا لو بدأ عندي المشكلة وكشفتها على طول من 3 او 4 ايامة بتديت الحسن 3 او 4 ايام اشعروا بفائق لو بروحت في بداية المشكلة بداية الموضوع اول ما ظهري واجعني روحت كشفت الدكتور اداني علاج المفروض تقت او 4 ايام بالكتير الموضوع دي نحس في تحسن لا انا ما كنتش بقدر اقوم بالسرية ما كنتش بقدر اتقلب ما كنتش بقدر اواطي ما كنتش بقدر اقوم لا دلوقتي بقى فيه الحمد لله سهولة في الحركة الاحساس او الضغط اللي كان موجود على العصب ده الحمد لله بقى مين بيحصل فيه تحسن وهكس طيب انا اتأخرت شوية روحت للدكتور بعد فترة طويلة حصل عندي اصابة مثلا زي غضروف والغضروف ده بقى يضغط على العصب ساعتها بلجأ للدكتور في وقت متأخر فبالتالي الدنيا ممكن تطول شوية تصم معنا من 3 اسابيع ل 6 اسابيع عشان يحصل استشفاء كامل للمريض يعني عشان العيان يحس بتحسن ملحوظ ويمارس حياته الطبيعية ممكن يوصل فقا ل 6 اسابيع والمريض بيبقى الآن يا دكتور انا بقى لي 3 اسابيع او 4 اسابيع باخد علاجه ما تحسنتش ما هي مشكلتك كبيرة انت جاي متأخر وهي القصة كلها مش مسكنات وانا مبسوط قوي ان انا اجيلك مسكنا في ومين 3 تقولي انا مرتاح وهترجع تمارس حياتك يعني مش هتقوم بدورك او تخرج تشوف شغلك او اذا كنت بترفع مثلا اوزان او كده مش تقدر ترفع الاوزان دي بصورة طبيعية زي ما كنت قبل خيس يعني اللي انا خلطتو من كلامك يا دكتور محمد انه تعالى بدلي مدة العلاج تكون اقل الشفاء يكون اسرع حياتك تقدر تمارسها بشكل طبيعي في فترة قليلة مش في فترة كبيرة اتأخرت ورحت متأخر وخدت مع العلاج جلسات علاج طبيعي تقريبا مدة العلاج في العلاج الدوائي مع الجلسات العلاج الطبيعي تقريبا بتاخد فترة قدقي في الحالات المعدرت المتوسطة مثلا ممكن توصل معانا لا اربع اسابية اربع اسابية يعني شهر يعني بنقول المريض تاخد ثلاث جلسات ست جلسات في الحالات الس Stay Isaac ٢-16 جلسpeut دول احنا و احنا دايما بنعمل نعاقب طبيعي تقريبا يوم و يوم في الأسبوع يعني بقول معدل ثلاث جلسات في الشهر مثلا بنقول المريض اتناشر جلسة عشان يصل الاستشفاء كيمس زي ما قولنا في الأقر كويس يعني ده معناه إنه في خلال شهر ونص شهرين لو كانت إنت في الدرجة المتوسطة من ألام العمود الفقري أعتقد إنه في خلال شهر ونص شهرين إذا التزامت بالتعليمات وبالعلاج والنصائح اللي أخدها من الدكتورها تبقى كويس إيه هي بقى الدرجة المتوسطة؟ يعني إنت أقول إن العيان ده أو المريض ده في درجة متوسطة من درجات الإصابة بألام العمود الفقري متوسطة يعني بقول الموضوع ده اتكرر علي من 3 مرات ل 6 مرات يعني انا مثلا اشتكيت شهر واحد بعد شهرين اشتكيت بعد شهرين اشتكيت فهم قضي يعني انا في خلال ال 6 شهور مثلا اشتكيت 3-4 مرات كده انا ما بقاش الموضوع بالنسبة لي بسيط بسيط ده انا جالي مرة واحدة من سنة سنتين وكشفت واخدت علاج او اخدت علاج بدون مكشف وبقيت كويس طيب لما يتكرر الموضوع مرة واثنين وثلاثة طبعا خلاص احنا كده بنعتبر المريض ده في الدرجة المتوسطة بنتعاين معايا كمعاملة يعني بحذر شوية عشان نقدر نفيده عشان ما نوصلش للدرجة الشديدة اللي كلنا بنخافنا كيس يعني اذا كنت انت في خلال 6 شهور اشتكيت مراتين 3-4 من الام فبالتالي هنا انت في الدرجة المتوسطة اكتر من كده يبقى درجة جديدة ولا ممكن تندرج تحتين طبعا يعني لو قلنا 6 مرات خلال السنة والمريض بيشتكي من الام سواء في الفقرات العنقية مع الرقبة والكتفين او الفقرات القطنية مع منطقة الحوض والفاخدين ده طبعا بنعتبره بقى درجة جديدة وبنتعامل معايا معاملة يعني سريعة شوية علشان خطر كل الوقت ما بيعدي كل من المشاكل بتزيد ايه هي بقى الدرجة السريعة اللي احنا يعني ايه الطريقة اللي هنا بنروح بقى نتعامل فيها مع المريض اللي خرج من الدرجة المتوسطة لدرجة قد تكون شديدة قبل ما نلجأ للحلول اللي قد تكون مش محببة لبعض الناس وهي الحلول الجراحية طبعا هو الدرجة الشديدة بيجي للمريض اصلا يشتكي من ايه يعني انا دلوقتي لما اقول العيان انت اتأخذت علي واجتلي عندك خشونة شديدة في الفقرات او عندك انزلات غضروفي شديد يحتاج ايه لعملي سقوط في القدم سقوط في القدم يعني المريض بيحس ان هو مش متحكم في حركة الادم يعني سوري مش قادر يلبس الحزاء بتاعه ويسيطر عليه اوقات يجي المريض يقول لي انا وانا وماشي في شرع الحزاء بتاعه ممكن يعمل لا للدرجة يعني بيوصل الموضوع لانه مش قادر يلبس ويتحرك ويمشي بشكل عادي جدا طبعا طبعا المشكلة التانية عدم التحكم في البول العصب زي ما قدنا من شوية العصب المتحكم في البول بقى فيه ضغط او تأثير من الفقرات القطنية او الغضروف القطني فبالتالي المريض بيحس ان هو مش متحكم في البول اوقات يقول لي انا حاسس ان انا بدخل حمام البول كتير شوية كل شوية عايز ادخل حمام بول كل شوية عايز ادخل حمامه طبعا دي درجة من ضمن الدرجات برضو الشديدة اللي احنا بنتبتدي نقلق من عندها زي ما قلنا من شوية التأثير طبعا في العلاقة الزوجية يعني المريض دي يعاني من ضعف الانتصال بيجيش تكي انه هو خلاص ما بقاش يعني كامل قواف العلاقة انا عارف نفتح باب مهم جدا جدا لو الناس كتيرها بتشتكي منه الشكوى قد تكون بسبب حاجة لو انت خدت خطوات في العلاج الدنيا هتكون افضل والدنيا هتتحسن بشكل جدير جدا طبعا دي الدرجة الشديدة طبعا احنا لما بنوصل للدرجة دي لازم نعمل رانين فورا ونلجأ للطبيب المختص سواء للطبيب المعالج تخصص العزام او تخصص جراحة المخ والاعصاب اللي يقدر يشخصني بصورة سريعة ويقدر عرف ايه مشكلتي وهل المشكلة دي نقدر نتعامل معاها بطريقة علاجية وقائية ولا لازم نتدخل جراحي لان كل ما الوقت زي ما قلنا لو فيه او فيه اسبايا الكناليستينيوز تعمل مع الوقت بحرفية اسبايا الكناليستينيوز اللي هو الديق في القناة العصبية كل ما الوقت بيعدي كل ما الديق ده بيزيد فكل ما تأثير على العصب بيزيد فكل ما المشكلة بتبقى اكبر وكل ما الاستجابة بعدين في العلاج بتبقى اقل انا لو هفيدك دلوقتي 90% أو 80% انت اتأخرت شهر شهرين اللي استجابة بتقيل بقيت 50% و60% وهاكذا كويس ذكرنا 3-4 مرات في نص الحلقة ديق في القناة العصبية طبعا ايه هي القناة العصبية وازاي بيحدث الديق ده فيها طبعا احنا لما الحبل الشوكي بيبقى نازل بيبقى خارج منه زي ما قلنا عصاب طرفية بتغذي كل العضلات فالقناة العصبية دي هي القناة المحيطة بالحبل الشوكي بيبقى فيها سائل السائل ده هو المغذي بنوع من النورشمنت او تغذية للجزء ده وبيغذي كمان الغضرين لما بيحصل ديق زي التهاب بسيط حصل وقعت وقع شديدة حصل الضغط على الفقرات الفقرات قدت على الضغط على الغضروف وبعدين الغضروف ضغط على العصب او ضغط على الحبل الشوكي اللي احنا بتتكلم عنه من شوكي خلاص حصل هنا ديق في القناة العصبية القناة العصبية دي ما بقيتش دلوقتي بكامل اه وسعها والغذاء او النورشمنت التغذية دي اللي رايحة للأعصاب الطرفية دي ما بقيتش بكامل قواها فبالتالي الأعصاب الطرفية اتأثرت فبالتالي العضلات المصاحبة للأجزاء اللي شرحناها من شوية ابتدت تتأثر وابتدت ايه يحصل فيها قليل مزمن كيس يعني القناة العصبية مهمة جدا فيها التغذية اللي العمود الفقري بشكل جيد اللي فيها او المشكلة فيها بتأثر فيه الكثير من الاحيان على القناة العصبية بشكل كامل انا النهاردة اتشخصت بعد ما وصلت المرحلة المتأخرة والمرحلة المتأخرة اعتقد انه يا اما بحادثة يا اما مشاكل خاصة بالعيوب الخلوقية في بعض الاحيان او قد تكون بسبب كبر السن او مشاكل في العمر ايه التدخلات الاكثر او اكثر اختلافا عن الحقن والتردد والحقن البلازم طبعا هو لما بيبقى فيه مشكلة كبيرة او بيبقى فيه غضروف كبير ضاغط على العصب الغضروف بيبقى حصله انبعاج انبعاج يبقى عامل زي البلونة وضاغط على العصب سواء في الفقرات العنقية او القطنية خلاني نتكلم عنهم هم الاكثر شيوعين لما بيحصل ضغط من الغضروف على العصب بيؤدي الى حدوث التنميل والتقل والألم والحرقان اللي اشتركينا منه من شواء طبعا انا لما هاجي اعالج المشكلة دي عن طريق ان انا بعمل حاجة اسمها استقصال جزء الغضروف ده يعني انا بشير الجزء المنبعج او الضاغط على العصب زمان كان الموضوع ده بيؤثر على المريض بصورة سلبية وبيصبر فترة طويلة جدا على مال ما يروح للدكتور عشان كان خايف من حدوث عملية صعبة ولا انا عملية في ظهري لا انا يعني كلنا من صغرين دايما لا ده انا عندي غضروف ليس الخوف ده موجود ولا لا موجود لحد الوقتي يعني ده بعض المرضى وبيجلنا العيدات ويقول لي لا انا قالولي عملية من عشر سنين وبهرب من قصة ان انا هعمل عملية في ظهري طبعا الميزة دلوقتي في الجراحات ان هي بقيت مايكروسكوبية اه ممكن انا ادخل بالمنزار بالمنزار ده جزء والمايكروسكوبي ده جزء اللي حضرك قلت عليه من شوية اللي هو شافت الغضروف بالمنزار انا بدخل بالمنزار بعمل استقصال للغضروف ده عن طريق فتح صغيرة جدا انت كانت تكون مثلا سنطيع واثنين سنطيع اه بنشيل الغضروف اللي هو ضغط على العصب ونبتدي نوسع في القناة العصبية برضو بالقلات الميكروسكوبية الصغيرة نحل مشكلة المريض وطبعا المريض بيحس بتأثير ايجابي في نفس اليوم بيطلع من العملية يحس بتحسن ملحوظ انا كنت بشتكي من مشكلة كبيرة وانا كنت حسن كنت خايف وبتوط يعني الخوف ده خوف غير صحيح يعني خوف من توقع المريض ماروش علاقة قوي بصحته في طريقة التشخيص والعلاق مش كل غضروف ومش كل سن نخاف منه يعني الغضروف اللي في سن الشباب ده اللي هو حصل ضغط او حصل وقعة وقادت الى ضغط على العصب دي بسهولة جدا نتخلص منه عن طريق انه انا نعمله استقصال بالمنزار او بالجراحات المايكروسكوب كويس دي اول حاجة ايه الترق التانية اللي بنستخدمها لعلاج مشاكل العمود الفقري اللي بتكون شديدة شوية تمام يعني اشد من كده ممكن يحصل في سن صغير استقصال الجزء كبير من الغضروف فالمرضى دايما كانت تخاف ان الغضروف ده يرد عليه يقول لي انا لو عملت العملية بيقولولي انها ممكن ترد علي يا دكتور بعد فتر فبالنسبة للسن الصغير كان بيبقى وهم ازاي انا هعمل عملية وانا عند تلاتين سنة واستنى مثلا كمان عشر سنين وارجع عاملها تاني وهكذا فحديثا الدعامات الدعامات دي يعني جزء بنحطه مكان الغضروف اللي شلناه علشان نثبت به الغضروف الباقي مايحصلش فيه بقاية جتين تمام احنا شلنا جزء من الغضروف مثلا 2 سنتي حطينا دعامة من مسافة 2 سنتي في نفس المكان ده فالمريض عمل العملية وحصل تحسن وكمان حافظنا انه مايحصلش عليه ارتداد تاني بعد فترة سواء خمس سنين او عشر سنين الا طبعا لو لو قد رلحظ الاصابة كبيرة في حادثة او شيء او تعرض لمشكلة تانية في نفس المنطقة اقبر من حاجات الاماكنينية توصيب حتى لو كان سليم قبل كده دكتور محمد عشان وقت حلقتنا تقريبا انتهى دايما في نهاية كل حلقة من حلقتنا نتريد نحب للمشاهد النصيحة النصيحة دي تساعد في الحفاظ على ظهره انه يكون صحته كويسة ولو عنده مشكلة يتوجه ازاي النصائح اللي تحب تواجهنا النهاردة لمشاهدين الكرام في برنامج العياد طبعا هو احنا الاشكال بتاعة العمل او الاشكال بتاعة الحركات بتاعتنا او الاشكال بتاعة الجلوس هي بتمثل نسبة كبيرة جدا من اشكال اصابة العمود الفقر سواء في الرأب او في الضهر احنا بدأنا من الاصابات البسيطة لحد موصلنا ان احنا ممكن نعمل دعامة لمريض وكمان في حاجات اصعب من كده اللي هو احنا ممكن نعمل تثبيت للفقرات عن طريق تركيب شرايح ومسامير ده لما يكون هناك تزحزح فقاري ليه اصعب طرق الاصابة بالعمود الفقر احنا ممكن نتفادى كل الاشكال دي او ما نوصلش لتركيب شريحة او تركيب دعامة او نوصل ان احنا نعمل جراحة عن طريق ان احنا نحافظ على حياتنا اليومية وطرق العمل وان احنا وان احنا بنرفع حاجة بسيطة من الارض نشيلها بصورة كويسة ما نقعدش فترة طويلة على مكان مثلا صلب حسيت باصابة بسيطة او قلم بسيط ممكن الجأ للدكتور يعني ما استسهلش الامور عشان الموضوع بعدين ما تطرقش الى العمليات الجراحية زي ما قلت كويس يعني تنصح المشاهدين بقى التوجه المبكر للكشف والتوجه المبكر الى العلاج عشان حياتهم ما تتطهورش والدنيا تكون افضل واجه صحة جيدة مطور محمد صلى خصائد بجراحة العظام والعمود الفقهة وعضو الجمعية المصرية لجراحة العظام انا بشكرك شكرا جزيلا لوجودات معنا مشاهدين القرام في كل مكان الى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامجك وبرنامج العيادة قبل ما اختم حلقة النهاردة خلينا اقولكوا انه في بعض الحالات اليومية الخاطئة اللي احنا معظمنا بيرتكبها سواء نعرف او نعطاش محتاجين ان احنا نبعد عنها ان شاء الله يفستيل بتاع شكل حياتنا يكون كويس عادتك بشكل مستمر على الموبايل بالشكل ده قد تكون او من الاسباب المؤسرة لوجود مشاكل في الرقبة وفي العمود الفقري التواطية الغلط الاعداء الغلط الاعداء بشكل مستمر على مكتب او على كرسي بدون الحرقة من الحاجات الخاطئة ومن الحاجات السيئة حتى طريق عادتك العادية اليومية قد تكون سبب في وجود مشكلة بالنسبة لك كمان الزيادة في الوزن وخاصة في منطقة البطن اعتقل ان هي كتور محمد يؤيدني في ده ان هي من الحاجات اللي ممكن تأثر على العمود الفقري وتعمل له مشاكل كمان من المشكلات اللي احنا بنقول انه زيادة الدهون في المنطقة دي من العوامل اللي بترضى وطول الوقت بتضغط وبتأثر على العمود الفقري بشكل مستمر كمان علاقتك الحميمية او علاقتك الجنسية ممكن تتأثر بسبب وجود مشكلة في الفقرات القطنية وبالتالي حفاظك على عمودك الفقري بشكل كويس ومصلوب وصحتك كويسة ومقويه وبتمارس رياضة بسيطة اعتقد ان هي هتكون بتبروز ان العمود الفقري في صحة جيدة وبالتالي انت في صحة جيدة دائما وابدا وده لنحن نتمناه دائما وابدا انا وكل فريق عمل برنامج العيادة ان شاء الله نشوفكم في حلقة قادمة اخرى من حلقة برنامجك وبرنامج العيادة في نفس الموعد وإلى نلتقي بكم مرة اخرى لكم مني كل التحية والتخدير انا خالد صار سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته موسيقى موسيقى